يعني إسرائيل متحفزة لرد انتقابي من حزب الله بعد قصفها لمقر قيارة حزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت لكن حتى الآن لا يبدو الرد قد بدأ بشكل أو بآخر إلا من قصفات معتادة من حزب الله هل يتوقع ذلك في الفترة المقبلة ما هي شكل الاستعدادات حيث أنت؟ نعم تحياتي لك في البداية فيما تترقب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة أو على العملية التي شهدتها الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم فإن جيش الاحتلال يوسع من عملياته في هذه الأثناء في مختلف القطاعات في الجنوب اللبناني بالإضافة أيضا إلى استهداف البقاع قبل دقائق معدودة قامت طائرات حربية إسرائيلية بإطلاق صواريخها على منطقة دير سريان وزوترف وأيضا محيط مانجرى نهر الليطاني في مناطق متفرقة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وقبل دقائق أيضا في المنصوري وعدد من المناطق سواء في قضاء صور أو قضاء النبطية أو أيضا قضاء مرجعيون الذي نتواجد فيه الآن وبالتالي جيش الاحتلال يوسع من عملياته وذلك بعد أكثر من 130 عملية نفذها جيش الاحتلال على مدار يوم أمس الجمعة في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني وأيضا في البقاع وصولا إلى منطقة الشوف أو قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان وتحديدا بلدة بعضران التي تم استهدافها وهي بلدة بعيدة تماما في مناطق جبل لبنان تم استهدفها بصاروخ استهدف منزلا في هذه البلدة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والضحايا وذلك أيضا تزامنا مع عمليات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة ودير سريان هنا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني واستهدف فيها مراكز إغاثية وصحية ومراكز للدفاع المدني مما أدى أيضا إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوف الدفاع المدني وذلك تزامنا مع ما حدث فيها الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبالتالي ربما تشهد الصفوف في الجنوب اللبناني وفي مناطق متفرقة بعض الارتباكات نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة على المناطق المختلفة في الدولة اللبنانية كل هذه الأمور تجعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب كبيرة ولكن الانتظار الأساسي هو الانتهاء العمليات الإغاسية وعمليات رفع الإنقاض الجارية حاليا في الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت والوقوف على حجم الخسائر البشرية والوقوف أيضا لكن أحمد في هذه النقطة ربما دانيل هاجالي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل قال أنه هناك تهديد مباشر وجهه لسكان الضحية الجنوبية في هذه المناصق أن هناك مزيد من الاستهدافات سيقوم بها الجيش الإسرائيلي للضحية الجنوبية هذا في الوقت الذي قال فيه أن هناك دراسة مستمرة للنتائج القصف الإسرائيلي على الضحية الجنوبية ومقر حزب الله فبالتالي الأمور واضحة إسرائيليا هناك ضربة قادمة بشكل أو بآخر ربما في توقيت قريب نعم بكل تأكيد في هذه العمليات وهذا الإنظار هو يحدث لأول مرة منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني وأن يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من سكان المناطق في الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلاء هذه المواقع من أجل استهدافة خلال الساعات القليلة المقبلة ربما هذا الأمر لم يحدث قط منذ بداية التوترات بهذه الشكل وبهذه الطريقة فهذا يؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عازم على مزيد من الضربات سواء للضحية الجنوبية للعاصمة بيروت وأيضا عملياته التي تنفس في الجنوب اللبناني في هذه الأثناء يؤكد أيضا أن عملياته لن تتوقف في الجنوب اللبناني وفي البقاع وكل هذه الأمور تأتي بشكل متزامن من أجل إرباك صفوف حزب الله ومن أجل أيضا منع تنفيذ عمليات اتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية أو في عمق لجيش الاحتلال الإسرائيلي فجيش الاحتلال ربما يسير في مصارين المصار الأول هو دفاعي والترقب والتحسب لأي هجوم من قبل حزب الله والمصار الآخر هو استمرار المهاجمة والتوسع في العمليات في العاصمة اللبنانية بيروت وأيضا في مناطق متفرقة سواء في الجنوب والبقاع وهذا يكشف أن هناك نوايا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد وربما تصعيد غير مسبوخ خلال الساعات القليلة المقبلة في رغم كافة الجهود الدبلوماسية والاتصالات التي تجرى من أجل احتواء هذا التوتر واحتواء هذا التصعيد الذي ربما ما نعيشه في هذه الأسناء هي أجواء حرب حقيقية بين الجنب اللبناني وبين أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي ولهذا ربما أحمد كما يقول البعض إسرائيل تتبع استراتيجية الضاحية تقول دائما للخطاب الذي توجهه للعالم أن كل لبنان هو فقط ضحية حزب الله تحاول لفت الأنظار عموما عن ما تقوم به في التراب اللبناني بشكل عام على التركيز على حسن نصر الله وحزب الله هذه استراتيجية تخططها الآن أو تنفذها الآن لربما للفت الأنظار بعيدا عن ما يحدث في مناطق مختلفة هي الآن تقصف شمالا وجنوبا وشرقا الأراضي اللبنانية نعم بكل تأكيد ربما على ما يبدو أن هذه هي الاستراتيجية التي ينتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأسناء في محاولة تصوير أن لبنان بالكامل هو عبارة عن الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت وأن كل هذه الاستهدافات ربما من خلال الاستهداف ربما نسمع الآن سلسلة من الغارات الجوية التي تستهدف مناطق محيطة بنا هنا في الجنوب اللبناني في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني ولكن ربما الظلام الدامس يحول دون الوصول إلى هذه المواقع التي تم استهدفة في هذه الأسناء فبالتالي ما نسمعه من أصوات في هذه المناطق ومن غارات جوية ومن قزائف مدفعية أيضا على أطراف عدة بلدات هنا في القطاع الشرقي ربما ينزر بمزيد من التصعيد وموجة كبيرة من التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة تزامنا مع استهداف محتمل خلال أيضا الساعات المقبلة للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في محاولة كما ذكرت تصوير أن كافة هذه المناطق هي تحتوي على أسلحة أو مباني أو وفقا لما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها مصالح لحزب الله ربما كان من اللافت أيضا في الحديث الجانب الإسرائيلي على هذا الأمر وحديث جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحديث عن المطار المدني واستخدامه في أسلحة أو في استخدامات حربية فربما هذا الأمر أيضا يصير القلق في الجانب اللبناني من احتمالية أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أي مرافق للمطارات أو لأي مرافق للموانئ في الدولة اللبنانية لأن التصعيد الإسرائيلي بلا ضوابط بلا أسقف بلا أي حدود خلال الساعات القليلة الماضية وربما خلال الأيام الماضية ولكن نحن وصلنا في هذه المرحلة إلى مرحلة الزروة ولكن المفصل أو الفيصل في هذا الأمر هل هذه هي الزروة أم أن هناك زروة أخرى يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الوصول إليها خلال الساعات القليلة المقبلة أحمد الضربة التي سمعتها قبل لحظات مدفعية أم ربما من تحليق من بعض الطائرات العسكرية الإسرائيلية هي ضربات متتالية فربما قصف مدفعي تزامن مع غارة جوية إسرائيلية على إحدى المناطق هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني مثل ما حدث قبل قليل أيضا كان هناك قصف مدفعي متزامن مع غارات جوية على بلدة دير سريان وعلى زوتر وعلى محيط مجرى نهر الليطاني في عمق القطاع الشرقي للجنوب اللبناني بالتزامن أيضا مع قصف مدفعي على أطراف عدة بلدات من البلدات المتخمة للحدود الجنوبية اللبنانية مباشرة بالتزامن أيضا مع قصف لمناطق في البقاع قريبة من هنا من القطاع الشرقي الذي يعد مسلس الحدود بين لبنان وبين الأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين أيضا نطاق الأراضي السورية فبالتالي ضربات البقاع من شدتها تسمع هنا في بعض الأحيان وخصوصا في هذه الساعات المتأخرة من الليل فهناك عدوان شامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه المناطق الجنوبية والبقاع بشكل متزامن وربما عدوان محتمل وفقا لتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة الآن واليوم تحديدا ربما تغيرت معادلة الصراع بين حزب الله وإسرائيل معادلة المواجهة تغيرت بشكل كامل مع قصف مقر حزب الله وربما المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أو مستشار الرئيس الإيراني قال إن إسرائيل تخطط الخطوط الحمر التي وضعتها تهران في هذا الصراع فبالتالي نتوقع بعد أن يستوعب حزب الله هذه الضربة الإسرائيلية أن يمتد أمل الصراع بشكل أو بآخر أن يكون هناك رد عنيف من حزب الله أم أن قصف قدراته الصاروخية سيؤثر قدراته على المواجهة نعم ربما هذا الأمر على قدرة المواجهة ربما بالتأكيد حزب الله لن يستسلم بسهولة وفقا للتصريحات التي يدليها بشكل مستمر عدد من قياداته على مدار الأيام تحديدا الماضية ولكن حزب الله منذ يوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ويتلقى سلسلة من الضربات التي على ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعد لها منذ سنوات ولكنها ولم تكن وليدة اليوم منذ عملية تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري ثم بعد ذلك عملية الاستهداف الكبرى في الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت التي استهدفت قائد فرقة الردوان وهي قوة الردوان هي فرقة القوات الخاصة في حزب الله واستهداف أيضا خمسة عشر شخصا من قيادات فرقة الردوان في هذا الاجتماع في الضحية الجنوبية للعاصمة بيروت ثم بعد ذلك تتوالى العمليات في الضحية الجنوبية وأيضا الضربات الكبرى في الجنوب وفي البقاع فبالتالي حزب الله على مدار الأيام العشر الماضية تلقى العديد من الضربات وربما كانت آخر هذه الضربات ما وقع قبل ساعات في الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ربما يراهن جيش الاحتلال الإسرائيلي على إمكانية خفض الروح المعنوية لعناصر حزب الله وأيضا إضعاف حزب الله والإقاع بأكبر عدد من عناصره في هذه العمليات ولكن ما نشاهده من عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية تؤكد أن حزب الله لديه العديد من الأوراق التي لم يكشف عنها بعد فبعد هذه العمليات المتتالية كشف حزب الله عن سلسلة جديدة من الصواريخ المعروفة باسم فادي واحد وفادي إثنين ثم فادي سلاسة الذي كشف عنه أيضا مؤخرا ثم بعد ذلك صاروخ قادر واحد وهو صاروخ الباليستي الذي أطلقه حزب الله من الجنوب اللبناني وهو صاروخ متوسط المدى ووصل إلى مواقع في ضواحي تل أبيب فبالتالي حزب الله كشف خلال الأيام القليلة الماضية عن مجموعة من الصواريخ وتوسع في الاستهدافات استهدف عدد من المدن منها صفض وتبرية استهدف عدد من المستعمرات منها كريات شمونة ومنها عدد من المستعمرات الأخرى في كافة المناطق استهدف مصانع عسكرية سواء للتصنيع الحربي أو للتصنيع الإلكتروني يرخصين بجيش الاحتلال الإسرائيلي